السلام عليكم اللي بنات محبا بكم معي في قناتي ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة ومهنيين اليوم جيدكم بوصفة جديدة رح نخدموا مع بعض السمك الدورات رح نديروه بالخضار وبتطبيلة جدا رائعة عندي هنا هي السمك الدورات نظفته مليح ونحيط له الحراشف ونفوت نخدم له لمغيناد او الحاجة نجيب سالدين حط فيه حوالي ربع ملعق زيت عادي او من الاحسن زيت زيتون نضيف ثوم رابية ومعدنوس ثوم حوالي ستروس نضيف نصف ملعقة طماطم مصبرة وعصير نصف حب الليمون نزيد الملح والتوابل كمون كوركم وفلفل احمر ونخلط المكونات جيدا ونجيبوه سمك تاعنا ونديروه فيه فتوحات حكذا باش كنحطولها مغينات تدخل فيه سمك وتزيت تطلق البنة ندير فتحتين او ثلاثة على حسب حجم السمكة من الجهتين ونزيد ندير فتوحات في السمكة الثانية بنفس الطريقة نجيبوه البلاطو تاع الفرن راح نخدموه فيه مباشرة ونبدأ ندخل في التتبيله جيدا وندخل في الفتوحات ندير ثاني شوية داخل السمكة هالتتتبيله جد رائعا تقدريتان يزدي مع نسبة العقلة موطاق تباش تزيدك في البنة ونحط في الفتوحات رند وشوية زعيتره وبنفس الطريقة نكمل مع سمكة الثانية نحط هنا يحبه بصل مقطعة مع فلفل حار ونحاولو ندخلو التتبيله في الخضار كي لا يطلبونه اشتامتين ونزيدو شرائح من الطماطم دهنوهم همتاني بشوية من التتبيله ونجيبو نحط السمكة التاعي فوق الخضراء سوف نضيف انا من الفوق شرائح من الليمون وشريحتين من الطماطم ونزيد شوية مع نوز من الفوق انا صبيت شوية مع حوالي ربع كاس في صالات دي تاع الماغينات ونفرغوه في البلاطو تاعنا وندوج بزيف المال انو الخضرات تطلق الماء ونبرد نزيد شوية زيت من الفوق زيت عادي او من الاحسان زيت زيتون احيان نغلفوه بالبابية كويسون والوويل ونزيد ببابية اليمينيوم نغلفوه جيدا نخليه حوالي 45 دقيقة طيب ونبعد نشعله من الفوق باش يحمر بلا ما نقويله النار باش ما يتحركش كما عاكم تشوفوا جد ما شاء الله ما جدش نشفه والخضره كامل جد طيبه ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه جربوه وخليولي تعليق طبعا تصلح كطبق رئيسي ترفقوها مع يونسوب وبصحتكم شاهدكم في الجنه تابعوني المزيد من الوصفات ونتلقى ان شاء الله في فيديو جديد الى اللقاء